اشتركوا في القناة حسين ومجموعة الحسين في كربلا طب نبوي هو شرف إنساني كتير رائع على المرة الزبح أعظم هناك جاء بصورة كبش بصورة خروف من شان إسماعيل الآن لا جاء بصورة سيد شباب أهل الجنة هذا كبش هو سيد شباب أهل الجنة بس الآن يقدم نفسه فداء للأقوام فداء للبشر فداء للإنسانية فداء لأمة جده المبعوثي رحمتان للعالمين بيكرروا الإخوة بيحكوا عن الحسين وعن كربلا بيكرروا كتير أنه إذا كان دين الله يستقيم بأخذي سيوف خذيني يعني قبلان الحسين بهذا الفداء أما زينب بعد إتمامي الرحلة وقفت هذا الموقف وكلنا نعرف كلام السيدة زينب العظيم وكيف قامت بالحركة الإعلامية إذا انتبهوا ذات يوم أهل الفضاء أهل الإعلام يكتشفون أمهم الحقيقية في الإعلام أنا بسميه بصيرة زينب روح زينب قدرة زينب على الدفاع قدرة زينب على الصبر قدرة زينب على الإقناع قدرة زينب على التماس بأرواح الناس هذه القدرة أقول عنها إنها إعلامياء زينب إعلامياء زينب يعني الإعلام العملي أو الإعلام المفعل ليس خبرا يقال ليس كلام كلام يحكى إنما مواقف زينب مواقف عملية مواقف فعلية مواقف تغير الأشياء يعني موقفها بالكوفة مثلا ماذا فعلت موقفها بدمشق ماذا فعلت موقفها في قصر الإمارة ماذا فعلت بعد إصدار حكم الإعدام على زين العابدين تغير الحكم وتنقضه حالا وينجو زين العابدين الآن قضاة الدنيا تقدم الدنيا محاكم العالم الدولي والوطني لا تستطيع ترزح تحت قضية أكزوبة ولا يستطيعون أن يخرجوا من أكاذيب الإدعاءات كما نرى في هذه الأيام المحكمة البيروتية بينما السيدة زينب قولا فصلا كتبت كتابا بهذا المعنى عنوانه اليوم الزينبي والإبداع القرائي لا أحب الآن أن أدخل بتفاصيل كلامه لكن الفكرة واضحة أن إعلامي زينب قدرة فعالة استطاعت أن تقنع رجلا قتل حتى الحسين استطاعت أن تقنعه بالعدول عن رأيه بشأن زين العابدين ونجا زين العابدين والآن نحن ننتظر بعد نجاة زين العابدين ما جاء من زين العابدين إلى يوم تملأ الأرض عدلا إن شاء الله المجمل أو الفكرة التي أريد أن أثبتها في هذه الحضرة اليوم هو كلمات هذه الرباعية إذا صح أن نقول عنها رباعية التي هي جد الحسين وطبه في كربلاء هذا وضع نحن شو موقفنا أكيد العم بيصوره الآن والعم بيسمعوني الآن والذين سيسمعون أكيد هكي الرمز تبعه نحبه يعني نحب جد الحسين ونحب الحسين ونحب طب النبي نحبه ليش لأن الحب والحب ميثاق ميثاق الإله بقلبه والفكرة ميثاق الإله بقلبه ولذلك عاصمة العواصم قلبه تلاحظوا نحن بلغنا بالكلمات أو جاءت هذه الكلمات على مستوى البدر التمام البدر الكمال على مستوى الرابع عشر أربعة عشر نحن نقول بالأربعة عشر معصوما يعني محمد والزهراء والآئماء الإثنى عشر هاي الأربعة عشر معصوما الآن الكلمات كأنه هيك نوافذ كل كلمة بتروح لعند أحد المعصومين وذلك ضغط علي هذا الحال حتى أقول كلامي بدون يعني نساني حور الحسين حتى حور الحسين لأنها صارت فيما بعد أرجعني إلى الحالة الأصيلة الحالة الأولى حالة أبي الأنبياء حالة جد الحسين جد الحسين والطبه في كربلا الآن أهل كربلا هم طب النبي الطب النبوي هو الحسين وصحبه الكرام هؤلاء هم الشفاء على بيجوز يعني واحد هيك سريع ما كتير متعمق في مسئلة الإيمان أو في مسئلة العرفان أو في مسئلة الحب أبي رحيف أخونا فلسفة الصم وفلسفة الحج وفلسفة الحسين طيب فلسفة ولكن ولكن قيم الفلسفة ما يعني فلسفة الحسين إذا قلنا فلسفة الحسين ولا إذا قلنا فلسفة أفلاطون مثلا شو يعني جمهورية أفلاطون هذه جمهورية العدل جمهورية الوصول إلى السعادة بالعدل نحن كمان ننتظر الآن الوصول إلى السعادة بالعدل الذي يضع كلها مختص في مكان اختصاصه ويجعل الأرض كلها صاحب حاجة يبلغ حاجته أقول التأني بالقراءة التأني بالفلسفة محبة هذا الطب النبوي بمهم إنه واحد يشوف إذا بده يشفى من سرطان يحب الحسين يحب الطب النبوي يتناول من الطب النبوي إذا بده يشفى من العقم يحب الرضيع إذا بده يشفى من أي من الوسوسة يحب السيدة زينب وهكذا وهكذا إذا بده يشفى من العجز التام في جسده يحب العباس مثلا هؤلاء الناس اللي كانوا في كربلاء هذا طب نبوي هذا طب إلهي هذا ثد عالمي كان وسيظل هذا الفداء مفتوحا لذلك يعجبني العباقرة عباقرة الأرواح الذين منهم محمد إقبال الملقب بفيلسوف الشرق والذي يقول إن حكاية الحرم ملونة ولا مثيل لها لأن مبتداها إسماعيل ومنتهاها الحسين عند المبتدى والمنتهى وعبرهما وفي كل الأحوال أسلم عليكم سلاما من الله ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة